حياكم الله مجدو متابع قناة بغداد الجديدة لنشرح في هذا الدرس عن الفرايم طبعا بالبداية دعني اوضح لك فكرة الفرايم ايش هو الفرايم وكيف يعمل لو تخيلت انت عندك هذه اللايات اوكي وتخيلت انه عندك بوتون هنا وبوتون هنا وتريد ثلاثة بوتونز هنا طبعا عملية مثل هذه ما ممكن تعملها بالبيك وبالقرد تكون نوعا ما صعب عملها تخيل عندك كثير من الوبجيكت هنا وكذلك كثير من الوبجيكت هنا كيف تعملهم ادارة فالافضل انه ابسط طريق انه تحولهم لشكل الفرايم يعني ايش يعني انت تقول اوكي بعضهم اضحهم في فرايم وبعض الاخر اضح في فرايم اخر يعني اقول اوكي هذا الجزء كله ممكن اضعه بفرايم وهذا الجزء كله ممكن اضعه بفرايم يعني هذا الفرايم هذا الثاني فرايم وهذا فيرست فرايم اوكي فهذا الفرايم الاول والممكن استخدم جرد يعني حتى عرضه جرد واحد بجانب الاخر وهذا ممكن استخدم جرد حتى عرض البيانات اللي بداخله اللي لازم تفهمه انه الفرايم هو second layer يعني انت اول layer هي الاساسية layer لكن لما تستخدم frame ممكن داخل الفرايم تستخدم اي شيء ممكن تستخدم جرد وممكن تستخدم جرد وماذا انظر انه هنا السكرين قسمناها الى فرايمين والفرايم الاول وضعناه بداخل جرد والفرايم الثاني وضعناه بداخل ايش حسنا دعنا نبدأ بالعمل فحتى ابدأ العمل افتح ال idla ومن idla ابدأ بتصميم ال layout اوكي في ايش احتاجنا اضغط enter اقول له اوكي from tk enter import start ثم from tk enter import ttk حلو الان ايش احتاج روت فاقول له اوكي root equal tk و that is الان ايش احتاج اضعته two frame و frame اسفل frame فرايم الاول فرايم الثاني فنقول له f1 equal ttk.frame لانه يدعم الفرايم واذا اضعه اضعه بالroot ثم اقول ليش f1.peg لكن لو ترى الان اختفق كل شي لانه ال f1 ما عمل له a configuration الفرايم يعني لمفروض f1.config المفروض اعطي بعض ال configuration يعني انه كم هو ال width الخاص بي نفرع اسم مثال 200 كم هو ارتفاعه اسم مثال 200 ما هو نوع الفرايم تستعدها نوع الفرايم فانا اقوله real real ief اقول اعطي r i d g e يعني نوع الفرايم هذا تجد عدة انواع ويستخدم اي نوع الان انظر الظهر للفرايم هذا نفس الشي بالنسبة ل frame2 frame2 اقول اقول ttk.frame بهذا الشكل ضع ليها بالroot و f2.peg وعمل لي يعني واحد اسفل الثاني الان 2 frame عندي ثم اقول المفروض اعمل نفس هذا ال configuration بالنسبة ل f2 الفرايم وانا اضعها المن للf2 يعني كل الراحة اعملها اقول hey f2 . hopefully will work now عندي 2 frame انظر 2 frame واحد اسفل من الاخر الان دعنا ندخيل انه هذا الفرايم الاول اذا اضع فيه 2 button لكن البوتن يضعهم واحدة بجانب الاخرى يعني ما رايد اضعهم واحدة اسفل الاخرى فاش احتاج اقولها ttk. button وهذه البوتن اذا اضعها في frame1 انظر اعطيت اسم الفرايم اذا اضعها فيه ما اعطيتها الروت اعطيتها الفرايم اقول اضع ليها في هذا الفرايم اقولها اعطيها text ننكض على اسم المثال button 1 بهذا الشكل button 1 اضعها و او اعمل لها و اعمل لها ايش grid دعني اضعها grid دعنا استخدم هذا الجيومتري استخدم grid وهذا استخدم pick لانه grid يضعها موحجا بالاخر فاقول لها grid اي تعرض لها في الرو رقم 0 و اي تعرض لها في الكون رقم 0 يعني اضع لها في البداية اوكي حلو ايضا كون button ثانية نفس الشي و اضعها ايضا في الفرايم 1 اسمها لكن هذه اسمها بيو 2 و ليست بيو 1 لكن هذه البيو 2 اريد ان نضع في الرو رقم 0 كولوم رقم 3 يعني يكون واحد بجانب الاخر بهذا الشكل كما رأيته هنا الان خلاصنا من الفرايم الاول دعنا نتعامل مع الفرايم الثاني الان نقلها ttk.button اوكي وهذه البتن ايضا ايضا اتحدث هنا على هذه البتن فانا اقول اوكي ايضا اضعها في الفرايم الثاني ايضا اضعها هنا في هذا الفرايم و اقول ايضا اعطيها ttk اسميها button button 3 ولد هذه البتن 3 تكون peak يعني استخدم اسلوب peak لو ترى انه الجيومتري الاول اللي هو F1 استخدمنا grid لكن الجيومتري في F2 استخدمنا peak لكن لما نستخدم peak في F2 ايشي اخر ينضاف بالF2 يجب ان يكون peak ما يصير اكون grid و peak لانهم نفس النوع جيومتري فهذا نقل ل F3 F4 وانا ممكن نكرر العملية نعطي هنا F5 بهذا الشكل انظر واحد انظر فالشي اللي لازم تفهمها انا ايش عملت الان اعملت العملية بسيطة جدا قلت هيي انا عندي جيومتري الاول اللي هو فرايم المحتوى اللي في داخله كله بشكل grid يجب ان يكون اذا استخدمت او الواحد grid يجب ان يكون باقي كلهم grid ما يصير تستخدم grid و peak في نفس الفرايم ثم قلت اوكي هذا الفرايم الثاني داخله كلهم peak و الا ما راح يعمل اذا ننظر كيف احنا عملنا بعض الconfiguration هنا و كيف جعلنا يعني الديزاين اسهل و اجمل لكن هذه ليست نهاية الخطة طبعا هناك الكثير من امر كما قلنا ممكن تعملها تخيل ان هذا الفرايم تدان تعمل ببايدنج فتقول لك frame1.config وتقول لبايدنج بهذا الشكل وتعطي البايدنج ايش تريد ناسسنا العشرة من الاكس وعشرة من الواي نعطي بايدنج انتر انظر اعطاء انظر الفرايم اصبح في داخل الفرايم و اصبح خارجهم محتوى كما قلت لك انا ايضا حتى ممكن ايضا نكون فرايم جديد وهذا الفرايم نجعله مثلا تخيل اذا عندي 2 فرايم انا ممكن اضع بكل بساطة فرايم ثالث يعني و يكون هذا الفرايم بطريقة انه الفرايم الثالث يكون بشكل اخر نوع اخر من الفرايم تقول له ttk.sh label frame هو فريد كتبت label صحيح دائما اكتب label غلط label frame يعني هذا نوع اخر من الفرايم اذا اضع فروت ايضا و اريد عسل المثال height الخاص ب height height 10 و width 10 و ممكن اعطي عسل المثال text هنا label frame يختلف ال frame اللي واحدة ما عنده text ما كفت text بالعلى label frame ممكن يحتوي text لغن و سوف ترى ايش معنات لغن الآن ايضا اضاع اضاع ب هذا الجيومتري الroot الروت بما انه اول فرايم نوعه و ثاني فرايم يجب ان يكون هو ايضا باك اضاع ال bracket ميسا نستخدمüyorum and that's it طبعا هذا الفرايم الثاني thetk frame ما ظهر عندي تفاصيل كاملة عنه لانه ايضا توقع يحتاج مزيد من config يما انه انا ما وضعت له اسم variable و راح يكون صعب عندي و اصال له دعني يقول له frame 3 يقول هوف اللي راح يصالنا يعني عطي بعض التفاصيل اخرى أعطي 100 بالwidth و 100 بالhigh طبعاً أنا هاي عملية خطأ عملتها لأنه ما عملت لفيرابل حتى استطيع غير البروبرتيز فلان ننظر ننظر هذا النوع الثالث الرابع من الفريم طبعاً هذا فريم هذا هو وهذا نفسه رجع الصيخة باسم فيرابل حتى تتحكم به نفترى هنا عند هذا النوع من الفريم عنده title لوقن هاي نوع الفريم الاعتادية ما عندها title هاي كله تشرح كاف الفريم حتى أنا أدي نذرش شكراً لك وفي أمان الله